فإذا سمعت قال الله العز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي رضي الله عنه قال التابعي قل رحمه الله بهذا الترتيب تكون متواصلا معي ومتجاوبا وأنا أريدك كذلك حتى أنتفع أنا وتنتفع أنت بارك الله فيه فنحن في برنامجنا من وحي السنة روى الإمام مسلم في صحيح صحيح مسلم ده أنت عارف أصح كتاب بعد القرآن العظيم والبخاري عن روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فتصلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لك أربع جوائس الجائزة الأولى عشر حسنا الجائزة الثانية يمحى عنك عشر سيئات الجائزة الثالثة ترفع عشر درجات الجائزة الرابعة يصلي الله عليك بذاته عشر مرة يبقى كم جائزة أيها أسألك أنت كم جائزة لو أنت صليت وسلمت على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أربع جوائس الجائزة من فئة إيه من فئة العشرة يبقى أربعة في عشر بكام باربعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أي نعم الوقت ربنا إليه في القرآن الورط للقرآن ترتيلا فانت هتأتمر بأمر خالقك وانت يا أختا ستأتمرين بأمر خالقك وتقرأين القرآن العظيم فإذا من المنان علينا ووفقنا للعمل به وتبليغه والصبر في أذى تبليغه وكان ذلك إخلاصا لله تعالى عز وجل واتباعا لنبي صلى الله عليه وسلم شفع الله القرآن فينا